وعاد الشيطان فإنه يأمر بالفحشان والمنكر ولولا قدر الله عليكم ورحمته ما زجى منكم من أحد الأبدا ولا دين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شعور أخفزنا ومن سيئات عمالنا إنه من يحرك الله فلا أقول إلا له ومن يقلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا أرض ورسول أيها الجمعة الميمون فإننا في هذا المنبر المبارك فنتحدث وعادة محمد خطرتنا عن فضائل لا حول ولا قوة إلا من الله وحفقنا الله وليم الوكيل عجمارا واستثناءا بما كنا فيه من القعب وعدم الأمن والاستقرار في هذه الدولة المباركة دولة نيجيرية أيها الجمعة الميمون فإننا نتترى إلى الله أزوجل في حال التي وجدنا أنفسنا من الضعوب والخوف فقد حصن النبي صلى الله عليه وسلم كلما صغر الأمر كلما عصر الأمر أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونبتهل إليه بالدعاء والصبر وكلما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه العدية التي تغيي الإنسان والأمة من الخوف والغور وخصوص حالتنا اليوم قولكم لا حول ولا قوة إلا بالله أيها الجمعة الميمون فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله بأنها قضل من قموز الجنة فعن أبي موسى العشعاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون من تكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس يربعوا على أحوثكم إنكم ليس تدقون أصمم على قائمة إنكم تدقون سميعا طريبا وهو ما أقول قال وأنا خلفه وأنا أقول قل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قال 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 إمام النووي رحمه الله أو صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله قمز من قموز الجنة قال الأولماء سوف هذا أنها اعتراف بالإثال له وأنه سبحانه وتعالى سانب لغيره ولا راد لأمره وأن الأرض لا يملك شيئاً عن عمر الله أيها الجنة والأمون فإن من فضائل هذا القول هذه العدئة هذا اللقم من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يصدق من قالها ومن صدقه الله تعالى على ما يقول فليمشغ بالخير بإذن الله فعن أبي ميرج رضي الله عنه قال إذا قال الأبد لا إله إلا الله والله أكبر سنقه ربه قال سنق أبدي لا إله إلا أنا وأنا وأهدي وإذا قال لا إله إلا الله وأنا لا شريك له سنقه ربه قال سنق أبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملق وله الحمد قال سرق لي أرض فإن قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه يزدده ربه سبحانه وتعالى أيها الجمعة المنون ينفد إلى هذه المقولة هذا القول أي لا حول ولا قوة إلا بالله أنها كل من قالها حين يخضد من بيته مع البصملة وتوكل على الله أنه يوفي ويقفي ويهدى أن عن سر مالك خالب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج من بيته فقال بسم الله وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول له حسبك قد قفيت ومديت ووفيت فإذا الشيطان شيطانا آخر فيقول له كيف لك برجل قد قفية وكدية قفية ومن فدائلها أيها الإخوة عنها من الباكيات الصالحات ومن أحب الكلام إلى انزل المولى جل وعلا الله جبارك وتعالى في أحكم التمذيب والباكيات الصالحات خير لإن ربك سوابا وخير أملا ومن فضائل هذا القول أنها كراسل جنة فقد سبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة قصره به مر على إبراهيم عليه السلام فقال من معك يا جبار فقال هذا محمد فقال له إبراهيم الأمر أمتك أي أمر أمتك يا رسول الله فليقصروا من دراسل جنة فإن تربتها طيبة وقربها واضعة قال ربا راسل جنة قال لا أول ولا قوة إلا من الله أيها الجمه الميتون فإن كل هذه الأشياء من فدائل قوم لا حوض ولا قوة إلا من الله أقول ما سميتم وأستغفر الله لي ولكن فستغفره إنه والغفر الله